في هذا المكان روايات وأخبار رسمت مشهد قاتم للحياة في هذه الأحياء وأضافت الشحوب على الملامح اليومية يلي عم بعيشها الأهالي لكن وعلى أرض الواقع كان المشهد مختلف فمع جولتنا بكاميرا برنامجنا الإبتسامة والأمل كان رفيق لكل حدا قابلناه الحمد لله الله معنا وجيشنا معنا ورئيسنا معنا والدني كله الحمد لله للناس والشرفاء معنا فلذلك نحن مؤمنين بالله هو بالجيش هذا الجيش الجيش العربي السوري الجيش القوي هل نحن من اعتمد عليه وبكرة سيدرس بالعالم كله عن الجيش العربي السوري قديش عنده إمام قوي وقديش عنده عقيدة قوية وقديش عنده حب لوطنه وحب لأرضه وحب لشعبه فلذلك نحن مانا خايفين وما منخاف ولا لحنخاف شو ما عملوا وشو ما ساوا الحمد لله طول ما هالبرد ثاندة نحن صاندين مثل كل سنة يعني بوجب بيوتنا قاعدين وعم نحضر ومعايدين موسيقى حضر البيض والكعب والهيكي والاضيافة والواجبات الناس متهيئة يعني بيبسط ولكن مش البسط أضاك البسط بسبب الآلام اللي قاعدين مرت عليهم الشعب السوري شعب حي ما بيموت مهما حاولوا يموتوا فينا ما رح نموت ونحن عايشين وباقيين ومتاركين البلد وبدنا نعيد ونستقبل الرب يسوع ونحتفل بالقيامة موسيقى رغم كل الحزن بفوت لزبون بيشتري فيه ابتسامة عاوشو الشعب تعود انه يكون مبسوط ما رح يعني هاي الشغلات اللي عم تصير بإذن الله رح تدفعنا للأعلى مو لأكتر من هيك بقينام كافيين بجولتنا وتواجدنا بقلب بيوت لازالت عم تحمل الدفع رغم قصاوة الحرب وألم القذائف يلي حصدت مع هالكتير من الأبرياء أنا بلايك ديك الأيام كانت كتير صعبة علينا موسيقى الأمل منظر منقون موجود ويا رب دخي لك منصلي والله يخلي هالبلاد منحتفل ونهار العيد طالعين بس انه منقول يعني كان لو طبعا هلأ كمان الزينة العيد كمان بتأثر يعني بتحسي زيادة منعمل بريوش العيد بتلوني البيض الملون وهذا يعني هذا كلهم من عملوا بالعيد يعني هاي دي تقوص العيد الكبير يعني هي معادلة الحياة على هالأرض أمل محبة ورغبة كبيرة بانتظار بكرة بكل شي بيحمله رموز ما بيعرفها إلا يلي عاش بسوريا وشرب من فيجتها من قلب أعرق صاحة دمشق رفقتكن هزار عبود موسيقى اشتركوا في القناة